لقد تعلمنا منذ الخلق العظيم في سيرته العطرة أن مجمل حياته وأخلاقه كانت ترجمة حقيقية وتطبيقية لأخلاق وقيم الكرآن الكريم وإن من أهم الدروس التي نستلهمها من سيرته صلى الله عليه وسلم هي مواجهة الصعاب والتحديات بعمل دؤوب لا ينقطع بكفاح مستمر بلا كلل أو ملل حتى نستنفذ جميع الأسباب والفرص المتاحة ولا يخفى عليكم أننا نمضي معا في طريق التنمية والبناء في مرحلة غاية في الأهمية تمر بها مصر في مرحلة قومها العمل والإنتاج بتفان وإخلاص للوصول إلى أفاق جديدة للمستقبل المنشود لوطننا الغالي حيث كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأصفاهم نفسا وأحسنهم معاملة كان خير الناس لأهله وخير الناس لأزواجه وخير الناس لأبنائه وخير الناس لأصحابه وهو القائل صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي السيدات والسادة ما أحوجنا ونحن نحتفي بذكر مولده صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بأخلاقه عليه الصلاة والسلام فنحرص على مكارم الأخلاق من الصدق والأمانة والوفاء بالوهود والمواثيق والرحمة والتكافل والتراحم وأن نترجم تلك المعاني السامية النبيلة إلى سلوك ودستور عملي وواقع ملموس في حياتنا ودنيانا ونبتعد عن كل مساوي الأخلاق التي لا تليق بنا ولا بديننا ولا بحضارتنا كما يتعين علينا أن ننتبه في ذات السياق إلى خطورة بث الشائعات فلقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما يلفز من قول إلا لديه رقيب عتيد فالشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه ساعين الارتراب والفوضى ولهذا يتعين علينا جميعا الانتباه إلى ضعاف النفوس الذين لا يسعون إلى النقد البناء بهدف التعمير والإصلاح وإنما إلى إثارة الفتن والأكاذيب بهدف الهدن والإفساد